طبعاً كل ضيوفنا في هذه الحلقة أو في هذه الحلقات العيدية كانوا من مسلسل خلف الشمس هذا المسلسل اللي أعتقد أنه أصبح علامة فارقة في عالم الدراما اليمنية هذا المسلسل اللي أثار الكثير من القضايا وتناول عديد من القضايا المجتمعية المهمة جداً تناولها بمشرة الجراح الماهر الذي استطاع من خلال السيناريو المتقن ومن خلال الأداء المتقن لضيوفنا أنهم يسلطوا ضوء عليها وفعلاً لامست العديد من الجراح التي عانى منها المجتمع كثير من القضايا التي كانت تحت الرماد لكن جاء هذا المسلسل يخرجها إلى السطح ويتناولها بشيء من التحليل الإيجابي المنطقي ضيفي الآخر فواز التعكري التعكري ولا التعكري؟ التعكري التعكري أو التعكري 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 بفتح التعكري فواز أهلاً وسهلاً بك من عالم اليوتيوب إلى عالم التلفزيون إلى عالم الشاشة كيف ترى نفسك أكثر؟ فواز أين أفضل؟ في اليوتيوب أو في الشاشة؟ لأن اليوتيوب مساحة حرة الشاشة والدراما فيها قيود بداية أن أهنيك وأهني جميع الضيوب وأهني جميع الأهل والشعب كامل وجميع الجمهور الذين يتابعونا خلف الشاشات ونقول لهم عيد مبارك وكل سنة وأنتو طيبين سؤالك يا أستاذي أنه أنت فين أحسن؟ أنا فين أحسن؟ والله أشوف قضية فين أحسن هذا الشيء يكون لي يعني أنا في اليوتيوب أنا أنا يمكن الذي أخرج أمثل إيش مشتي أكتب لنفسي يعني حقي أنا لكن الصعوبة هي في الدراما عندما أدخل الدراما مع سادة كبار ثلاثين حلقة تعيش المشهد تعيش الشخصية هذا يكون أصعب طيب أنت ما حسيت مثلا تقول أنا في اليوتيوب أدائي أفضل من كده وبينعمل أحسن من كده ما فكرت بالطريقة دي واللي حاولت أنه مثلا أثناء وجودك مع المخرجين والأسماء الكبيرة معك نجمة بحجم مونة علي من أيام قريش ويتمثل يعني ما حسيت مثلا تقول أنا بتعلم من مونة علي أبحاول أنه أخذ منها يعني أحاول أنه أتعلم منها بقدر مستطاع أكيد أنا ما ذكرت أنهم أسادة كبار إلا أننا جينا نأخذ منهم الخبرة نعم نعم والحمد لله إن شاء الله أننا أتحسن على أيام إذا كان أدائي مش المطلوب نعم جميل ترجمة نانسي قنقر